موسيقى مثل خير مايكل نايتس هو كاتب وصحفي وباحث أمريكي جاء من بعيد أي من الولايات المتحدة ليدقق في التفاصيل في منطقتنا في إيران في العراق وفي اليمن هو متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للمنطقة ومتابع كما قلت لنشاط إيران في تأسيس الميليشيات ودعمها طوال العقود الثلاثة الأخيرة كثيرا اقترب من الصورة في العراق وفي اليمن وكتب العديد من الدراسات والكتب والمقالات التي تجمع بين النظرة الشاملة والرؤية الدقيقة للتفاصيل على الأرض في هذه الحلقة نلتقي مع الكاتب الأمريكي مايكل نايتس ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بالكاتب والباحث مايكل نايتس ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية أهلاً وسهلاً سنتحدث في البداية طبعاً عن الكتاب الذي صدر حديثاً 25 يوماً في عدم أهمية هذا الكتاب يكمن بأنك كنت على الجبهة القتالية مع الجنود الإماراتيين لا أعرف إذا كان ممكن أن نقول إمبادت ولكن كنت هناك لتروي الحكايات حكايات هؤلاء الجنود ما هو الدرس الحقيقي الذي استنتجته من هذه التجربة الفريدة؟ شكراً جزيلاً على استضافتي في الحرب في اليمن أنا كنت مع القوات السعودية والإماراتية واليمنية بين الأماكن التي كنت فيها معهم عدن وأنا كنت سابقاً في عدن قبل ما يسمى بالربيع العربي وأحببت المدينة ولذلك وددت أن أخبر الجمهورة بالمعركة في عدن وبطبيعة الحال كان هناك وضع مختلف في 2015 الدروس التي استفدتها من معركة عدن هي أنه عندما تريد القوات العربية أن تقف مع حلفائها وفي هذه الحالة اليمن يمكنهم فعل ذلك وحتى بدون الولايات المتحدة الأمريكية في معركة عدن السعودية والإمارات العربية المتحدة نشرت قواتهما لدعم المقاومة اليمنية بدون دعم من الولايات المتحدة الأمريكية الدول الخليجية قامت هذا التحالف في الرمال وذلك لضمان تسيطر إيران وجماعة الحوثيين على اليمن نعم ولكن يمكن الحاجة إلى الولايات المتحدة والغرب هو التسلح بالنسبة لهذه القوات الخليجية ولكن تقول أنهم بإمكانهم أن يحرروا كما حرروا عدن تنطلق من سقوط عدن وهروب الرئيس اليمني وقتها عبدالهادي منصور ثم كيف استعادت قوات التحالف والقوات الخاصة الإماراتية من تقطعة عدن هذا الكتاب مهدى إلى خمسة عناصر من الجيش الإماراتي الذين استشهدوا في المعركة هل عرفت هؤلاء الجنود الخمسة؟ كلا لكنني تحدثت مع أصدقائهم وقابلت بعض الأشخاص الذين كانوا معهم عندما استشهدوا وبمن فيهم أحد الأشخاص الذي كان في مدرعة إماراتية وذلك عندما سقط ذلك الهجوم ودرب الجنود لذلك هناك منظور فريد لتلك اللحظات التي قضى فيها الجنود الإماراتيون من بين القصص الأخرى تلك التي رواها من كانوا يعملون مع الجنود الإماراتيين الذين قضوا في هذه العملية ودوري كمؤرخ وكقاص هو أن أخبر بهذه القصص وكذلك نخلد أولئك الذين قضوا في هذه المعارك طيب يعني هناك قصص كثيرة ولكن أريد أن تختار لي قصة أو قصتان حقيقة تأثرت بهما كثيرا في إحدى الحالات كان هناك الأيام الأولى للمعارك والحوثيون بدأوا يحققون انفراجات عبر استخدام الدبابات ولم يكن للعدو الكثير من الدبابات وعندما وصل الجنود الأوائل من الإمارات إلى عدن قال اليمنيون كيف يمكنوا وقف هذه الدبابات الحوثية ليجب المغادرة ولكن الإماراتيين صمدوا وقالوا لا تقلقوا سنتعامل مع الأمر وكان هناك توليف من القوات الخاصة الإماراتية ميدانيا مع طائرات سعودية وطائرات إماراتية في الجو وبهذا التضافر كانوا قد دمروا أكثر من عشرين دبابة في بضع ساعات وبعد ذلك بدأ الأمل يعمهم وقالوا إذا كان هناك فقط عدد قليل من القوات العربية أوقفوا الحوثيين من التقدم ربما هناك فرصة يمكن أن نسمد ونتقدم أكثر وهذا ما فعلوه صمدوا لأشهر حتى أصبحوا أكثر قوة لمهاجمة الحوثيين وإجبارهم على الانحسار والتراجع كيلومترات من المكان الذي كان يوجدون فيه هل من قصة إنسانية مع هؤلاء الجنود؟ أنا أعتقد أن هناك قصة مثلا تقول ولكن أريد قصة أخرى أن جندي يعيش برفاهية في الإمارات وأنه عندما ذهب إلى اليمن وكان في جبهة القتالية أصبح يعرف أكثر ما هي المآسي الموجودة في العالم وقال لك اليوم أتعاطف أكثر مع الناس، مع الفقراء، مع القتل وعائلات القتل والجرحة هل هناك مثلا من قصة إنسانية مع جندي ما إن كان سعودي أو إماراتي أو يمني كنت معهم في جبهة القتال؟ نعم بالتأكيد دعيني أخبرك ببعض هذه القصة المؤثرة أولا كان هناك جندي شاب إماراتي كان عمره 27 عاما وكان مدربا بشكل جيد وكان قد شارك في تدريب ومناورات لكن لم يشارك في حرب حقيقية كذلك لم يذهب إلى أماكن فيها فقر مدقع كما كان يحدث في اليمن حيث بنية تحتية مدمرة ومتدررة ولذلك كان هناك إماراتيون سعوديون سافروا في أرجاء اليمن وتعلموا الكثير حول العالم عبر تجربة الحرب تعلموا أشياء تخبرهم عن مدى حظهم في العيش في دولة فيها رفاهة فيها استقرار وقدروا أكثر ذلك الاستقرار الموجود في بلدهم لأنهم رأوا تكلفة خسارة الاستقرار ولكن اقتنعوا أكثر بأهمية حماية الاستقرار في بلدهم ولذلك يصعب على من رأوا ما حدث في اليمن أن لا يقدروا ذلك الاستقرار الذي نعيموا وينعمون فيه كان هناك مساعدات قدمت إلى اليمنيين وشاركوا فيها ولذلك حتى في خضم المعركة كانت أشياء إنسانية جميلة تلمس والأشياء التي لمستها في صفوف السعوديين والإماراتيين في اليمن هي قربهم من السكان اليمنيين قدموا الكثير من المساعدات الإنسانية سواء عبر الهلال الأحمر الإماراتي أو بعض المؤسسات الإنسانية والإغاثية ذلك الدعم الإنساني كان مرتبطاً ومتوازياً مع العملية العسكرية أنا كنت في العراق وبعض مناطق النزاع والحرب حيث كانت القوات البريطانية والأمريكية تعمل أرى أن السعودية والإمارات كانت فريدتين في طريقة التعاطي إنسانياً على الرغم من وجود نزاع عسكري كان هناك مساعدة للمدنيين لم يكن التركيز فقط على هزم الحوثيين وإنما تمكين اليمنيين أيضاً كذلك أود أن أخبرك بشأن بعض الأشخاص المهمين الذين قابلتهم خلال تلك الرحلة من 25 يوماً كان هناك أطباء إماراتيون وكان هناك طبيب عسكري وكان الأمر يتعلق بامرأة الطبيبة عائشة الطبيبة عائشة هي طبيبة عسكرية إماراتية وكانت المرأة الوحيدة التي كانت موجودة في معركة عدن كسيدة وهي كانت قد تطوعت من أجل الذهاب إلى المعركة بشكل مخفي وكانت لبست أزياء يمنية وتحركت في مدرعات وكانت قد جالت في المنطقة وذلك لتعرف ما الذي كان يوجد في حاجة إليه اليمنيون وبطبيعة الحال أردت أن تعرف ما هي الحاجات الاستشفائية في المستشفيات والمراكز التطبيبية هي سافرت أيضا في العديد من المناطق الخطيرة في عدن والقريبة من المعارك ووضعت خطة من أجل إعادة النشاط إلى المستشفيات وجعلها تعمل في عدن وهي من بين أبطال معركة عدن في رأيي لا يعرفها الكثيرون لكن الكتاب يخبر قصتها مايكل نايس قلت أنك كنت أيضا في المعركة في العراق وذهبت إلى اليمن هل عادة عندما تريد أن تقوم ببحث لأنك أنت متخصص في الشؤون الستراتيجية والعسكرية يجب أن تذهب على الميدان ألا يمكنك مثلا أن تكون خارج الميدان حتى لو كنت في المنطقة كما الكثير يفعلون في حالتي أنا أحب أن أرافق القوات العسكرية سواء تعلق الأمر بالبشمارك القوات العراقية أو القوات اليمنية أو القوات الإماراتية السعودية وهذا جميل وجيد لأسباب وجيها عندما تذهب إلى الميدان ترى الناس ترى الأرض وتفهم أكثر ما يحدث وتفهم طبيعة النزاع كذلك عندما تعيش 24 ساعة كل يوم مع الجنود أنت تفهم أكثر عن هؤلاء وتستشعر أحاسيسهم ذلك الشعور الذي يجعلهم يحسونه بعيدا عن عائلاتهم عن بلدهم وهذا يكون شيئا فريدا هذا ما نكسبه كتجربة هي تجربة فريدة لا يأخذها إلا القليلون هي خطيرة لكنها جديرة بالخوض بدأ الجندي يعني يشعر بالخوف دائما أو هناك يعني في حالات معينة يعني كيف هؤلاء الناس يعطون أرواحهم أنا شخصيا لا أفهم كثيرا القوات العسكرية والذهاب إلى جبهات القتال الخوف في ساحة المعركة وكذلك خارج ساحة المعركة لأنه يمكن أن تكون موجودا في قاعدة عسكرية وقد تستهدفك طائرة مسيرة وتدمر القاعدة الخوف في ساحة المعركة لا يرافقك دائما دائما الكثير من القوات الإماراتية والسعودية كانوا يمرحون ويستمتعون بأكلهم ومشاهدة التلفزيون ويدعب بعضهم البعض لكنهم يعودون وكل شيء قد يحدث قد تكون هناك قنبلة قد يكون هناك طائرة مسيرة قد تستهدفهم قد يكون هناك رصصة من قناص أعتقد أنه كلما طال الوقت بالجنود في المعركة كلما أصبح الخطر أكبر وبعد ذلك يتلاشى الخوف نوعا ما حتى مع بقاء الخطر أحيانا تكون هناك أيام تذهب إلى مكان ما وتستشعر الخوف من الخطر ربما لأنك تقوم بشيء مختلف أو جديد أو ربما بسبب تغيير العدو لتكتيكات هجماته أو أحيانا لأن أحد أصدقائك قتل أو جرح والأمر يصبح حقيقيا أكثر والجميع يستشعر الخوف في حالة كهذه عندما يستشعر الأمر الخوف يجب أن نختار أحد أمرين إما احتواءه أو اختيار كيف يمكن إدارة هذا الشعور من أجل أن يجعل الجندي نفسه أكثر أمانا ما زلت أذكر أن هناك جنود كانوا يقومون بمهماتهم حتى عند شعورهم بالخوف هل تتذكر أسوأ يوم بالنسبة لك في المنطقة على جبهة القتال إن كان في اليمن أو في العراق أو في كردستان يعني أنك خفت حقيقة وهنا أريد أن أشير بأن مراسلي الحرب في العالم يعني يكون عديهم شيء اسمه التروما بعد الحرب عندما خاصة يفقدون الناس من رفاقهم أو من فريقهم التقني إذا كانوا في التليفزيون مثلا أو في الإزاعات فهل تذكر أسوأ يوم لك مايكل نايتس في منطقة الشرق الأوسط كان هناك مرات عديدة أصبحت الأمور حالكة ومظلمة فعلا بالنسبة لي كان ذلك دوريا ذات مرة استيقظت وشعرت بالخوف لسبب ما وقد أكون أفعل نفس الشيء في ذلك اليوم لكن كان لي حدث بأن هناك شيء على غير ما يرام وبعد ذلك أذكر ما حدث لي في العراق أعتقد أنه عندما يكون لديك أطفال تقلق بما قد يحدث لهم إذا تعرت لمكروه تعرفوا يقينا أنهم سيتدررون وهذا حدث مع عدد من الجنود الذين عملوا ضمن القوات السعودية الإماراتية كان لديهم أطفال وأبناء القوات الإماراتية السعودية كان لهم أطفال صغار أصغر مما هو عليه الحال بالنسبة للجنود الغربيين ولذلك عندما يكون لديك مثلا ثلاثة أطفال صغار هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتقك ولا يكون لديك هذا الشعور عندما تكون عازبا أو عندما لا يكون لديك أطفال حتى مع زواجك أعتقد أن أسوأ تجربة بالنسبة لي لم تحدث في ساحة المعركة وإنما عندما عينت قضاء بعض الأصدقاء وبوتهم بسبب قتلهم من قبل الميليشيات الحوثية وعندما يحدث ذلك تشعر بوحدة وبشعور يحن إلى تلك الرفقة مع أصدقائك نعرف أن الحوثيين قتلوا العديد من الأشخاص جعلوهم يختفون وهذا كان مؤثرا مايكل نايسل يستفيد من وجودك كخبير عسكري هناك دراسة مهمة قد قمت بها مع عدنان الغرباني وكاسي كومس إذا كان هكذا تلفظ الأسماء وهو عن الحوثيين وكيف أصبحوا حقيقة حزب الله أو نسخة من حزب الله اللبناني في اليمن وهذا يعني بالنسبة لك وهي دراسة مهمة جدا ومعقدة ولكن تقول أنهم أصبحوا أساسيين للنظام الإيراني أصبحوا أساسيين كفرقة من الحرس السوري الإيراني وتقول أيضا أن لديهم دائما ممثل من حزب الله اللبناني في تركيبة الحوثيين في اليمن أعطيني باختصار كيف تم ذلك وكيف هي التركيبة الحقيقية للحوثيين كان هذا البحث فريدا من نوعه وكان مفصلا لأن هذا البحث أظهر شيئا جديدا للعالم وهو كان مرفوقا بالدلائل والحجج كان هناك وحدة تحكم وسيطرة للحوثيين وهدفها هو رصد تحركات الحوثيين وتعقبهم في حياتهم اليومية وهذا يعود إلى الفترات السابقة في الثمانينيات والتسعينيات العديد من الناس في الغرب يعتقدون أن الحوثيين انضموا إلى إيران بسبب الحرب في اليمن في 2015 لكن هناك أشخاص مثل حسين الحوثي وبدر الدين هؤلاء كانوا يعملون مع الإيرانيين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي يعني منذ وقت طويل الاستنتاج إذن هو أن الحوثيين أرادوا أن يكونوا جزءا من المتحالفين مع الحرس الثوري الإيراني منذ وقت طويل منذ التمانينات والتسعينات وليس بسبب أحداث معينة الآن هناك حزب الله جديد في خليج عمان وكذلك في أماكن عديدة هناك نسخ عديدة من حزب الله وهناك الملايين من اليمنيين يرون ما يحدث في شبه الجزيرة العربية بسبب سلوكات هذه النسخة الجديدة من حزب الله وبالتالي عبر تطوير نسخة حزب الله في اليمن عبر الحوثيين اليمنيون أصبح لديهم إمكانات أكثر من أجل تطوير صواريخ وقاعدة إرهابية يمكن استخدامها لمهاجمات الدول الخليجية وكذلك إسرائيل وكذلك خطوط الملاحة نعم وأيضا تتحدث عن العراق وكأنك تقول أن العراق لم يستطع أن يستنسخ تماما نسخة حزب الله التي تصدر أينما كان وأن هناك شيئا ما يختلف في الموضوع العراقي ربما مقتدى الصدر الذي شكل عقب ربما أمام هذه المنشات أما العكس تعتقد أنه هو أيضا نقطة من نقاط إنشاء ميليشيات من هذا النوع إيران لديها مرونة فريدة من نوعها على مستوى تكييف عمل الميليشيات حسب المكان في العراق جعلوا الميليشيات يخترقون الحكومة الشيء نفسه في لبنان في سوريا إيران تعمل مع ميليشيات لتكون قوية بنفس قوة نظام الأسد وتؤثر عليه وفي اليمن إيران تعمل مع الحثيين بطريقة مختلفة وفي البحرين أيضا إيران تعمل مع ميليشيات وهي على شكل خلايا متخفية ولذلك الإيرانيون يكيفون عمل ونشاط الميليشيات حسب المكان وفي أماكن عديدة لمسنا ذلك داخل العراق الميليشيات تسيطر على حكومة الشياء السوداني وأنا علمت أنه إذا أمكنهم تخفي التخفي في الحكومة فإن الحكومة ستجنب لنفسها كل المكاسب من الغرب يعني أن يحافظ على مكاسبهم المجلوبة من الغرب وفي نفس الوقت يسيطرون على الوضع في الداخل نعرف أن العراق على سبيل المثال لها أكبر العوائد من النفط إذا ندرنا إلى الحرس التوري الإيراني على سبيل المثال الآن يسيطرون على لبنان على سوريا على اليمن وكذلك العراق وهذا يعني أن هناك شركة قوية جدا يستفيدون منها وفي الوقت الحالي حتى لو انهار التحالف داخل إيران تحالف هذه الميليشيات ستكون هناك شجيرات ستتقوى من هذه الميليشيات في هذه المناطق التي يوجد فيها الإيرانيون عبر وكلائهم وبالتالي هم سيحافظون على هذا الوجود نعم وكأنه قدر لهذه المنطقة وأن الأمور مجذرة أكثر بكثير مما يمكن أن يعتقد الكثيرون أن السؤال الأخير ليس لدينا وقت أكثر من ذلك ولكن أنت أيضا خبير في موضوع الحرب على الإرهاب برأيك ما هي النقاط السلبية في موضوع الحرب ضد الإرهاب وهل حقيقة انتهينا من داعش والقاعدة والإرهاب في المنطقة داعش والقاعدة من المنظمات السابورة جدا وهذه المنظمات مثل الحشائش الدر التي يمكن أن تقطع رؤوسها لكنها تبقي جدورها وتختار الوقت المناسب لتنمو مجددا وللأسف داعش والقاعدة لا يسيطران على مدن وأماكن مدية وهذا شيء جيد بطبيعة الحال لكن يجب أنه واصل التركيز على محاربة الإرهاب عبر ملاحقة ومتاردة الإرهابيين لكن أيضا عبر تطقيف الشباب حتى يكون لديهم تحصين ويكون لهم عيش أفضل الوضع مختلف عما كان عليه الحال في 2001 تعلمنا الكثير وآملوا أننا من الآن فساعدا يمكن أن نركز على مواجهة الإرهاب عبر أشكال غير عسكرية وأن نبتكر نوعا ما على كل حال الإرهاب الموجود في أوروبا هم ناس ولدوا في أوروبا وتعلموا في مدارس أوروبية والكثير منهم كانوا في السجون الأوروبية وقد تم التزامهم بهذه المبادئ الإرهابية مايكل نايتس أنت مدفائل للمنطقة؟ من الصعب أن تحل بالتفاؤل عموما ليس بشأن منطقة شرق الأوسط فقط وإنما في العالم بشكل عام هناك الاستدامة وتغير المناخ وكذلك التغيرات في السياسة كذلك هناك حاجة لأن يكون هناك تمكين للشباب لأنهم قدت المستقبل وكذلك يجب أن يكون هناك رغبة في تغيير العالم وذلك عبر هؤلاء الشباب مايكل نايتس شكرا لوجودك معنا ولأعطانا هذه المقابلة لسكاي نيوز عربية لصدور كتابك 25 يوما في عدن وشكرا شكرا إذن مع مقابلة مايكل نايتس تنتهي هذه الحلقة تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاك مع شزال شكرا لوفائكم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة